تاركاً قلمه وحيداً ومودعاً الوسطى الإعلامية الكويتية والخليجي رحل الكاتب والإعلامي سعد المعطش بعد أن وافته المنية فجر اليوم لتفقد الساحة الصحفية والإعلامية برحيله أحد أصحاب الأقلام المعبرة عن القضايا الوطنية بجرأة ومهنية وقد نعى وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني لثقافة والفنون والأداب محمد الجبري المعطش متقدماً إلى أسرته بخالص التعاز وصادق المواساة وداعياً المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيها وزملاء دربه جميل الصبر والسلوان